في تأم الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي للعاصمة المصرية القاهرة حطت الطائرة الرئاسية التي تقل رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبيوتنو والوفد المرافق له حطت بمطار القاهرة الدولي وكان في استقبال رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبيوتنو وزير التمويل والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصالحي وكذا سفير شاد فوق العادة ومطلقة صلاحية بجمهورية مصر العربية تناي إليم حسن كما كان في مقدمة مستقبلي رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبيوتنو كل من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والشادين في الخارج السفير شريف محمد زين والمستشار الخاص برئيس الجمهورية السيد محمد صارح عبدالجليل ومستشار رئيس الجمهورية في البنية التحتية والنقل والطران المدني ومتابعة المشاريع والتنمية السيد عثمان عبد الرحمن جوغرو وعدد من المدراء بوزارتي الطاقة والمناجم وأفراد السفارة الشادية بجمهورية مصر العربية هذا وقد تبادل رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبيوتنو مع مستقبله وزير التمويل والتجارة الداخلية الدكتور علي المصالح بصالة الشرف بمطار القاهرة الدولي تبادل العلاقات الثنائية والمتميز القائمة بين شاد ومصر وأكد ضرورة توطيدها في كافة المجالات هذا وخلال هذه الزيارة الرسمية سيلتقي رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبيوتنو مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وسيبحثان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تقوية التعاون الراسخ بين أنجمينة والقاهرة للإشارة فإن الوبد المرافقة لرئيس الجمهورية يضم وزير الدفاع الوطني ونائب مدير المكتب المدني برئيس الجمهورية وسكتر الخاص لرئيس الجمهورية وبعض المستشارين ومعاوني رئيس الجمهورية السماء حسن الحلو من العاصمة المصرية القاهرة للإذاعة الوطنية الشادية